السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين ايه كل ساوند طيبين الفيديو ده بقى بصراحة نزل متأخر شوية هو مفروض ان هو من تحضيرات رمضان بس هو للأسف نزل متأخر شوية لانه زي ما احنا عارفين هو رمضان اي نعم 30 يوم بس بصراحة الواحد ما بيلحقش يعمل فيه اي حاجة خالص والفيديوهات زي ما انتم عارفين عايزة دبلاجة وعايزة قصة ولزقه ومش عارفة وحاجات كثيرة قوي كده فما ببقاش في وقت خالص فاعذروني بقى بس ممكن تاخدوا افكار من الفيديو دي حلوة قوي بما ان الناحق يعني يعني احنا كل يوم بناكل يعني انا عملت ايه بقى قبل اي حاجة بس نصلى على النبي ونصلى على رسول اللهم وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المهمة عملت ايه انا جدت فرخة ويه جدت كتف الفريزر انا بخليها يعني مسلا متعودة لما بجيب فرخة بعمل ايه بقطعها ومسلا بشيلي الاجنحة بشيلي الاجنحة قعنها اا اكساني من وقت خالص من المهمة بحاجة في وقت خالص من الفيديو دي حتى اصبح في وقت خالص من التشاوز كبد والقوانس أعينها مع بعض الفرخة بيبقى فيه في الصدر كده في الصدر كده يعني ايه مش الكتف لا في الصدر بشيله بعمل منه بنيه بعمل منه شاورمة بعمل منه مجريسكو بصراحة بعمل بعمل حاجات كتير قوي من الحاجات اللي أنا بيعينها من الفرخة دي في مرة في مرة في مرة بيبقى عندك أكل أو أكلتين أو تلاتة يعني شوف شوفتي اللي قدامك ده كله ده كان متعان في الفريزر وتحس كده إنه ملوش لازمة بس اللق بصراحة هنزل لكو طريقة للأجنحة حلوة قوي بصراحة عجبتهم جدا وجانت طعمها في منتهى الجميل أول حاجة أنا عملتها بقى الصدور اللي أنا كنت عينها أتعطاها كده مكعبات علشان مكعبات وشاورمة علشان هعمل منها حاجتين هعمل منها نجريسكو وهعمل منها شاورمة تاني حاجة في الأجنحة كده فكتها علشان فردتها كده على طبق يكون مسطح كده علشان لما جا طلحها من الفريزر تاني تبقى الوحدة بوحدتها كده وبعدين برضو حطتها في طبق الوحدة الكبد والأوانس هبدأ إن أنا برضو أقطعها قطع كده بصوا أنا بقول لكم أنا بعمل إيد الوقتي بقول لكم كنت حط في الفريزر برضو أشر البرتقان واشر سفندي واشر لمون هعمل بيئة غسلته كده زي ما انتم شايفينه وبعدين زودته شوية مية شوية مية صغيرين خالص وهسيبه على النار هسيبه على النار ده بعمل منه حاجة حلوة قوي هقول لكم عليها دلوقتي بس أنا بعمل إيد دلوقتي كنت بقلي شوية كفتة كنت جايبة برضو كيلو عملت كيلو كفتة كده بكيلو لحمة مفرومة عليها كيلو لربع من الرس عليها ربطة خضار شبط وبقدونس وكسبرة عليها بصلاية صغيرة عليها راس طوم والملح والفلفل أصمر والكمون وشوية بهارات عليها وبعدين الجزار بقى بيفرمها لي وكده وبيعملها لي كفتة اللي هيك كفتة برضو دي فأنا جبتها فقلت نقل شوية ندقهم وكده ونشوفها مع بعض عاملة ازاي بصراحة كانت ممتع الجميل بتعملي كيلو لربع رز علي كيلو لحمة مفرومة بتبقى تحفة بتبقى مسكة وبتبقى كويسة قوي وطعمها بيبقى جميل جدا بتبقى قصر مش عايزة ان انت تاكلي فراخ او لحمة جنب الكفتة بتبقى كده وخلاص هبدأ بقى ان انا اغلف كل ده عشان احطه في الفريزر بالستريتش راب كده زي ما انتم شايفين يعني دلوقتي فيه طبقين فيه الفرخة اللي انا شاريها فيها طبقين عملتهم الفرخة اكلتين وخدت منها السد حطتها مع الصدور اللي انا عينها عملت بيها شاورمة وهعمل بيها نجريسكو ان شاء الله الكبد والاوانس اطعتها صغير خالص وبرضو هغلفها علشان اطلحها اعملها ببصل وقرنفلفل وطماطم جنب شوية مكارونة وشوية صلطة وشوية تحينة يبقى كده اكلة وكده يوم خلص الشاورمة يبقى يوم النجريسكو هيبقى يوم البناء هيبقى يوم انا قطعت البناء البناء ده قضاني مرتين بصراحة قضاني مرتين وبكده يعني كل ده هيرمي معاك وهي قدي ان شاء الله